تحية طيبة مشاهدين كرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن في فيسبوك وتويتر اليوم مشاهدين سنصلت الضوء في نشرة الظهيرة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية على موضوع حيوي يرتبط بالسياسة والاقتصاد بشكل كبير بالتحديد هو سوء إدارة موارد المياه في الشرق الأوسط سوء إدارة الموارد في الشرق الأوسط الخاصة بالمياه يكلف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خسائر بقيمة 21 مليار دولار سنويا طبعا لهذا المبلغ الكبير إنعكاسات كبيرة أيضا وكثيرة على الدول التي تحتاج إلى المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب المعطيات التي لدينا الظاهرة تولد ضعفا ونزاعات كبيرة بين الدول وبالتالي إنعكاسها على شعوب تلك الدول أيضا أضعفت هذه الأزمة أضعفت من الجفاف في الدول أضعفت من السكان أيضا من الزراعة وحدث من المناطق والمساحات المخصصة للزراعة والمناطق الخضراء بالتالي المحاصيل الزراعية قلت مما زاد من البطالة والإضطرابات بين السكان تفاصيل أكثر مشاهدين كما ذكرت سنصلت الضوء عليها في نشرة الظاهرة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية معي أنا روناك عادل كونوا معنا